اشتركوا في القناة ورحمة الله مرحبا بكم اخواني اخواتي فيديو جديد على القناة اتمنى ان يلقاكم في احسن الاحوال وبصحة جيدة في الاوين الاخيرة وخلال الاسبوع الماضي تعرض الفنان هشام الوالي اللي هو الاخذ يلا رشيد الوالي للاصابة بمرض كورونا اذ اصيب بمجموعة من الاعراض التي تدل على انه مريض بهذا المرض وذهب الى المستشفى ليقوم باجراء التحليل ليلقى انه مصاب بهذا المرض وبالتالي دخل الى المستشفى ليتلقى العلاج وفنان رشيد الوالي صرح على حسابه الخاص في الانستغرام بانه بان الاخ ديالو اللي هو عفوا هشام الوالي مريض بمرض كورونا وانه يتلقى العلاج وانه اشتاقى اليه بهذه العبارة اخي هشام الحمد لله على تحسن حالتك اكتركت مكانات طيلة هذه العزلة مدة هذه العزلة بعيدا عن بناتك وعن محمد الغالي وعن والديك وكل العائلة قاومت بكل تقة في الشفاء فالحمد لله على سلامتك لكن لن انهي هذه الكلمات دون ان احيي بقوة وبفخر تضحية التي قامت بها زوجتك لم ياء حيث اختارت ان تبقى الى جانبك طيلة المدة ولم تعرف بالنهار يمكن ان تصاب بهذا المرض وهو ما كان لكن رحمة الله كبيرة حيث ان الاصابة لم تكن بالحدة التي كانت عليها بالنسبة لك برافو لم ياء كتزيد تكبر في عينينا يوم بعد يوم الله يتويكم للخير وفي النهاية عفاكم المرض موجود في النهاية عفاكم المرض موجود والانسان لازم يحتاط ويحافظ على اللي اقراب له والله يلطف بنا مجموعين والشفاء العاجل لكل مصاب فعلا اخي رشد الولي الله يشافي الاخ ديالك يربي يشافي يشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين